السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في الفيديو الرابع من بعد ما شاهدنا في الفيديوهات السابقة أن جزئة واحدة دي القليكوز كتعطينا جزئتين دي الحمض البيروبيك مع تكون جوج اتيبي وجوج انا دي اش دو من بعد دوك جوج حمض وفي الاخير جوج اتيبي كيدخلو لنا في حلقة كريبس وكيدخلو لنا ستا انا دي اش دو زائد جوج اف ا ا دي اش دو زائد جوج اتيبي دبا هاد الاتيبي اللي مستر عليه هنا باللون الاسود عدنا اربعة دي الاتيبي هادو دي غيكتومون كتستعملون الخالية هادو كيتستعملو منطرف الخالية مباشرة اما دوك انا دي اش دو و اف ا ا دي اش دو فما كتستعملو مش الخالية مباشرة كيدوزو من واحد السلسلة اللي كتسمى السلسلة التنفسية باش كنتجو لنا الاتيبي اللي كتستعملو الخالية دابا قبل ما نبداو اجيو نكبرو الميتو كوندري ونشوفو البلاصة اللي كواقع فيها الاكسر اللي يلين ال ايت اش دو و ال اف ا ا ادي اش دو كيف ما سبق لنا قلنا ان الميتو كوندري كتكون من غشاء خارجي وغشاء داخلي و هاداك الجزء لما بين الغشاء اين كيتسمى الحيز البي غشائي و الغشاء الداخلي يحيط بواحد المادة اللي كتسمى الماطرس هاد الشي كامل شفناه في الفيديو السابق هاد الغشاءين كيتكونون من الفوسفو دهنيات و من البروتيونات مدمجة اما بالنسبة للغشاء الداخلي فكيتزال على هاد الشي واحد الكوريات تسمى كورات دات شمراخ اللي كيكون لاصق فيها واحد الأنزيم كيتسمى ATP Synthetase دابا اللي كيهمنا هنا هو الماترس و الغشاء الداخلي والحييز اللي بي غشائي دابا هاد NADH2 كيمشي البروتين رقم واحد كتوقع للأكسادة كيعطينا NAD+. اما بالنسبة للFADH2 فكيتمشي البروتين نميرو دو رقم جوج كتوقع للأكسادة كيعطينا FAD+. دابا هاد NAD+, والFAD+, كيمشي البروتين رقم لسيكل دو رقم باش كتعاود توقع الحلقة دي السيكل دو رقم بس ما كتوقعش واقفة كيف قلنا فانا الكمية دي الFAD+, والNAD+, كتكون قليلة دابا من نقعتنا الأكسادة دي الNADH2تنا الNAD+, يصاحب ذلك تكون جوج H+, وجوج إلكترونات دابا هاد جوج بروتونات H+, كيمشي لنا كيدوزوا من البروتين رقم واحد وكيمشي لنا الحيز البي غشائي دابا هادا الماطرس وهاد الحيز البي غشائي وهادا الغشاء الداخلي كيمشي لنا من الماطرس اللي حيز البي غشائي و هاد الالكترونات الساومة كيدوز من هاد بروتيين رقم واحد ولكن ما كيمشيوش الحيز الباغي شاي هاد الالكترونات كيمشيولينا من هنا لهااد بروتيين كو كيتسمى بروتيين كو هاد البروتيين متحرنك كيبقي يتحرك بحل اللي قدنا هاد هادا نسميه احنا كاروسة. كيجيو هادو كجوج الكترونات كيلصقوه هنا ايا. هادا كيمشي كيوصل لهم لهاد البروتين الرقم ثلاثة. اللي بدورو كيعطيهم لهاد البروتين اللي متحركة هو السي. السي. كيزي يحتوى البروتين الرقم الربا. اللي كيخرجو عند المتقبل نهائي اللي هو الاكسيجين. دبا هاد الاكسيجين زائد هاد لزيلكترون زائد لبروتون اللي تيكونو اللي تيكونو. كيكونو ديجا وكينين فى الماترس. وكتتكون لنا الجزئة ديل الماء. اوك ذهبا مزيا نرجعو. كي بقلنا. اف اا دي اش دو. كتوقع لها احتايا الاكسيج دا. كتعطينا اف اا دي بلوس. هادو لبروتون كيدوزو من البروتين رقم ثلاثة. وبالنسبة لالالكترونات اللي كيتنتجو كيمشيو ديريكت عند هاد كي. هاد بروتين كي. اللي كتديه البروتين رقم ثلاثة. اللي كيعطيه لهاد البروتين صغير ورسي. اللي كيوصله للبروتين رقم ربعة. واللي كيجيبوه فى الاخير عند المتقبل نهائي اللي هو او دو باش كتكون لنا جزئة الماء. هاد الان اا دي اش دو والاف ا ا دي اش دو كتوقع لهم الاكسيج دا. كيعطيونا لبروتون اللي كتدفقه من الماترس الحيز البيغي شائي. سكتكوون لنا واحد المامال ديال بروتونات تكون عندنا. عدد البروتونات فى الحيز البيغي شائي كثار من الماترس. وبذالك كيتكون لنا واحد المامال. هاد المامال هو العامل الرئيسي باش كتخدم لنا هاد الكورا دات شمراخ. دب هاد الكورا دات شمراخ مني كتخدم كتولي كتولي اكتيف كتولي هي هي اللي كتصنع لنا هي اللي كتصنع لنا الأطيب بكيدوزو ثلاثة ديل بروتونات من الحيز البيغي شائي كتحاول تردهم الماتريس باش تحاول دير لنا توازن ما بين الماتريس والحيز البيغي شائي هاد التدفق كتنتج عليه واحد طاقة اللي هي الانيرجي هاد الطاقة كتزاد على الأدب بي زائد البائي زائد هاد الطاقة وهاد العملية كنتسميها الفاسفارة اللي كتعطينا الأطيب بي دب هنا في الواتيقة غادي بل لكم هاد الكشي مزيان دب الان ادي اش دو كتمشي لنا عند البروتين اللي فاد الواتيقة بسمينه تي ان اللي هو البروتين الأول كتوقع للاكصي دو وكعطينا لإنال tipsي بلوس هادوك لبروتوز واليزال الكتخون كتتفقو بالبروتين تي اين بالنسبة لي بروتون تي خرجو الحيز الحايز البيغي شائي ما بالنسبة الالける فكيمشيو لهذاك الألم يجلان الصغير اللي هنا في الحالة uh تي 3ه لقل Palace اللي تهمي داي هادوك للواتييت خان لهاد تي 4 ومن تي 4 كيعطيهم التي 5 ومن تي 5 تعطيهم التي 6 اللي بدورهم كيعطيهم المتقبل النهائيلي هو الو 2 باش كيعطينا H2O اوكي دابا مزيان متافقين دابا نرجعو FADH2 كيف قلنا FADH2 كات مش عند البروتين الرقم جوج كتوقع للأكسادة كينتج على ذلك تكون دي البروتون H plus ولز إلكترون هدوك لز إلكترون كيمشيو التي 3 التي 4 التي 5 التي 6 وفالاخير تي مشو عند متقبل النهائيلي هو الأكسجين اما بالنسبة للبروتون اللي يكون عندنا في الماترس انطلاقا من الأكسادة سواء دي الFADH2 ولا دي الNADH2 كي تتفقو بار لبروتين سواء تي 1 سواء تي 4 سواء تي 6 تيخرجو الحيز البيغي شائي منين تيخرجو كي ولي عندنا التركيز دي البروتون في الحيز البيغي شائي أي تركيز HPLUS في الحيز البيغي شائي كتر من الماترس وهذا كيكون لنا واحد المامال وهذا المامال كيخدم لنا الكرة ذات شمراخ اللي كتخلي HPLUS تدفق من الحيز البيغي شائي الماترس فهذا التدفق دي ال HPLUS من الحيز البيغي شائي الماترس كيكون لنا واحد الطاقة اللي كنتزاد على الATP والPI باش كتعطينا الATP نتمنى ان هذا الفيديو يكون واضح وبين واللي عندو شي جساؤل ولا شي حاجة يحطونا في الكومنتر وكيف العادة بتنسوش تباطجو الفيديو مع صحابكم وإلى اللقاء